وكما أن العلاج للمشكلات الخارجية يكون بالتقوى يكون كذلك بالصبر وهو مبدأ قرآني عظيم أشرنا في الجانب الأول من هذا الدرس على التقوى والآن نواصل الحديث عن ملمح علاجات المشكلات الخارجية للدعوة وهو الصبر فمن أبرز مظاهر الصبر في مواجهة العقبات وعلائمه الاستمرار في العمل الحكيم انظر الاستمرار يعني الاستمرار دوما يتطلب صبرا ويتطلب جلدا ويتطلب قوة وثباتا وإنما يكون الاستمرار والثبات في العمل الحكيم وليس العمل الأهوج الذي لا يعتمد على ترتيب وتنظيم كذلك من بين هذه المظاهر الثبات على التقوى والعمل الصالح أكدت ذلك كله الآية القرآنية العظيمة التي يقول فيها ربك تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الأمة الصابرة المرابطة إنما هي أمة ناجحة ولقد قص القرآن الكريم علينا قصة النمل التي وقفت إحدى براعمها وأفرادها لتكون قوية صابرة في مواجهة جيش سليمان عليه السلام ولعل الصورة أمام عينيك عزيز الطالب تبرز لك الربط بين الاستمرار على الصبر وبين الثبات على التقوى والعمل الصالح أيضا من بين تلك المعالم في طريق معالجة المشكلات الخارجية ومن بين مظاهر الصبر البذل والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى والجهاد بالمال والنفس والوقت وما إلى ذلك من صور الصبر فالصبر من مظاهره العطاء وليس من مظاهره القول المجرد يقول تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله تبارك وتعالى أراد أن يربط بين الجنة وبين الجهاد والصبر وهذا ما ينبغي أن يعيه الدعاء وأن يعيه أولئك الذين يواجهون مشكلات الدعوة الخارجية وكيف يعالجونها من خلال ما جاء في القرآن من أمرز مظاهر الصبر كذلك التعقل في العمل وعدم العجلة بالنتيجة كثير أولئك الذين يقومون بعمل أشياء قليلة وينتظرون نتائج ضخمة كبيرة ولا يضطون أنفسهم عندئذ لا تكون لنتائجهم وجودا ولا يتحقق لهم هدف بينما استعملوا وسائل ضعيفة لا ترقى بهم إلى الأصور إلى الغاية ولذا يقول الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون العجلة عند ما لا يقدم الإنسان قوة في سبيل نتيجة مرجوة عندئذ تضيع نتيجته كذلك من أبرز مظاهر الصبر تفويض الأمر لله ما أجمل أن يكون الداعية صابرة وما أجمل أن يكون المعالج على هذا الجانب أن يفوض أمره لله وأن يصدق في توكله على الله حيث إن هذا أمر عقدي لا بد أن يعيه الداعية التوكل على الله أمر قدري وأمر دعوي عظيم إن الله هو القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يقول تبارك وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هذا أمر لابد أن تعيه أيها الداعية كما لابد عليك أيضا أن تسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هذا ما قاله الدعاء الأئمة الأنبياء والمرسلون في مواجهة أقوامهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون انظر عزيزي الطالب إلى هذه الآية العظيمة إنها تضع أساسا في قلبك ووجدانك إن كنت طالبا أو شخصا عاديا أو داعية في مواجهة المشكلات كيف يتأسنى لك أن تحقق هدفك وأنت بعيدا عن التوكل على علام الغيوب من أبرز مظاهر الصبر أيضا عدم الركون إلى الأعداء وتوليهم إن أولئك الذين يتولون أعداء الله ورسوله أولئك الذين يسيرون في ركابهم ويعتمدون أن النجاح والفلاح في سيرهم على منهاجهم ومنوالهم في ذات الوقت يتبرؤون من الصالحين من عباد الله ويتجنبون الخضوع والتنازل عن أمور الدين من أجلهم أولئك لا ينجحون في معالجة مشكلاتهم فعلاج المشكلات إنما يكون بالتولي عن أولئك والبعد عنهم والسير في ركاب الصالحين ومنهج الأنبياء والمرسلين يقول تبارك وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا انظر إلى هذه الآية العظيمة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته خاطبه ربه يا محمد إياك أن تركن إلى متطلباتهم وإلى مقترحاتهم إنها مقترحات في ظاهرها الإيمان وفي ظاهرها ما تتمناه نفسك وهو سماع كثير من الناس لدعوتك لكنهم في نهاية المطاف لن يؤمنوا لك ولن يركنوا إلى دعوتك فابتعد عنهم ولو سرت على منوالهم لا تجد لك علينا نصيرا إذن يا معشر الدعاة في كل زمان ومكان عليكم ألا تركنوا إلى الأعداء فإن كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حذره ربه من سلوك هذا السبيل فأنتم أيضا عليكم أن تسيروا على منواله نبيكم صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك ما جاء في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن السلطان المبين عندما تخالفون أمر الله إن الحق تبارك وتعالى حذركم من هذا فلا تسيروا في ركاب أولئك الذين يتخاذلون عن دعوة الله ولا تتخذوهم أولياء وتتركون ولاية الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أتريدون أن تسيروا في ركاب أعداء الله عندئذ لا يكون لكم النور كذلك من بين معالم الصبر ومظاهره التصديق بوعد الله اصبر لأنك معشر الداعية معشر الدعاء أيها الداعية عندما تصدق بوعد الله تبارك وتعالى وتجزم بأن العاقبة المتقين سينطلق الصبر من داخلك وتتقوى على مواجهة الأزمات بهذا المعنى العظيم الذي ختم الله به عز وجل سورة من سور القرآن فاصبر فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون